اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني في خطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية هامة أعلنت إيران عن تعيين علي محمد رمضاني سفيرا جديدا لها لدى مليشي الحوثي في صنع يأتي هذا التعيين بعد نحو ثلاثة أعوام من وفاة السفير السابق حسن إيرلو ويثير تساؤلات حول أهداف إيران وتوقيت هذه الخطوة خاصة في ظل جمود العملية السياسية في اليمن وتوقف التفاهمات السعودية الإيرانية يأتي هذا التعيين في وقت يبدو أن إيران قد انتهت من ترتيب بيتها الداخلي بعد فترة من الاضطراب وباتت قادرة على الالتفات إلى ملفاتها الخارجية ويرى مراقبون أن إيران تسعى من خلال تعزيز وجودها الدبلوماسي في صنع إلى إرسال رسائل متعددة منها تأكيد دعمها للحوثيين وتشجيعهم على التمسك بمواقفهم والضغط على السعودية عبر ورقة اليمن وتأكيد دورها كمؤثر أساسي في المنطقة هذا التعيين يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصراع في اليمن وجهود السلام المستقبلية فهل سيسهم في تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد الحرب؟ وأل ستتمكن إيران من تحقيق أهدافها في اليمن في ظل الظروف الدولية والإقليمية؟ وما هو موقف الحكومة الشرعية والسعودية والمجتمع الدولي من هذا التطور؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم في تطوون اللافت أعلنت إيران عن تعيين علي محمد رمضاني سفيرا لها لدى حكومة الحوثيين في صنعاء وكشف عن وجوده في المدينة اليوم تأتي هذه الخطوة ضمن أول أعمال الفريق الإيراني الجديد في وقت تشهد فيه الوساطة الدولية في اليمن حالة ركود تام يعتبر تعيين رمضاني بمثابة تحدي جديد للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتعد إيران الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين التي استولت على السلطة بالقوة عام 2014 ويشكل هذا الاعتراف انتهكا صريحا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدعو إلى عدم الاعتراف بأي سلطة للحوثيين حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا رحبت تعيين السفير الإيراني الجديد مؤكدة على عمق العلاقات بين الطرفين ونشرت وسائل أعلام الحوثيين وإيران صورة تجمع رمضاني بالقياد الحوثي جمال عمر يعتقد البعض أن رمضاني قد يكون واحدة من الفريق الإيراني المتوجد في اليمن منذ العام 2015 فيما تشير تكهنات إلى أن الحوثيين باتوا أكثر قدرة على الاستفادة من مطار صنعاء دولي في الأوينة الأخيرة الخطوة الإيرانية تثير مخاوف جدية بشأن تأثيرها على مسار الصراع في اليمن وجهود السلام المستقبلية حيث يشير تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيراني في صنعاء إلى زيادة الدعم العسكري والسياسي الإيراني للحوثيين كما أن منصب سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي يتجاوز طبيعة عمل السفراء في الظروف الطبيعية ليضيف بعدا سلطويا شبيها بدور سلفه حسن إيرلو مما قد يعقد المشهد السياسي ويطيل أمد الحرب أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب الضيوف الذين سيكونوا معي خلال هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي سلمان المقرمي عبر الأقمال الاصطناعية من تعز مساء الخير أستاذ سلمان أهلا وسهلا مساء النور أهلا بك وأيضا سيكون معنا الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني عبر سكايب مساء الخير أستاذ وجدان مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك وستنضم معنا لاحقا الأستاذ أم العالم الباحث في الشأن الإيراني عبر الهاتف أهلا بكم جميعا أبدأ من عندك سلمان سفير إيراني جديد يتم الإعلان عنه لدى ميليشياء الحوثي ما مهمته برأيك؟ السفير الإيراني وصل إلى اليمن ليقول نحن انتصرنا خلال السنوات الحرب الماضية كانت أهدف إيران هي ثبات وجود الحفاظ على ميليشياء الحوثي على بقاءها الآن لديها أهدف جديدة نحن انتصرنا في هذه الحرب والآن بدأت مرحلة الاستحقاقات مرحلة استحقاقات النصر وتداعياته الآن إيران تؤسس لدولتها في شمالية اليمن تؤسس لوجودها السياسي فهذا توسسته العسكري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الآن تؤسس لمرحلة الاعتراف السياسي يعني تقول إيران صنعاء ملكي يعني صنعاء شمالية يليمن ملكي وأنا الآن سأتصرف كما يريد هذا مرحلة الاستحقاق مرحلة ثمار النصر التي انتصرت خلالها إيران خلال العقود الماضية وخاصة الحرب الأخيرة الإيرانيون يقولون الآن بملألفا يعني هذه الأرض لنا وتابعة لنا وقد قالوها بأشكال متعددة من قبل والآن يبنون على هذه الانتصارات على أرض الوقع على المستوى السياسي يتحدى ربما تقر هذه الخطوة إلى اعترافات مماثلة لا أحد يعرف يعني ربما قد يكون هذا الشيء قد يكون هذا الوجود ربما طبقا للاتفاق السعودي الإيراني وبرعاية الصينية وربما يخالفه ولكن الأرجح أن هذا الوجود يعني من غير معارضة إقليمية من غير معارضة حتى محلية إيران تقني انتصارها ولا أحد يستطيع أن يقول لها الآن في ظل الأوضاع الحالية محليا وإقليميا نعم إذن ذهب إليك أستاذ وجدان بحسب توقعتك كيف دخل السفير الإيراني الجديد إلى اليمن تحياتي لك وردبك الكريم ومتعيكم الكرام أستاذ وجدان هناك خلل في الصوت من عند حضرتك إن شاء الله بيحاولوا الشباب بيتواصلوا معك من جديد أو يعادة الاتصال إن تمكن من سماعك لا أستطيع سماعك منك ذبذبة في الصوت أعود إليك سلمان يعني هذا الإعلان إعلان تعيين السفير الجديد أتى كما نعلم بعد ثلاث سنوات من وفاة السفير الإيراني السابق أو ادعاء هذه الصفة حسن إيرلو ما دلالت الإعلان في هذا التوقيت برأيك؟ الإعلان يأتي بعد الأهم من وفاة السفير إيرلو الحرب الهدنة المستمرة الاتفاق الذي كان بين الحكومة والحوثيين الاقتصادي في شهر الماضي برعاية أممية تقدم خارطة المفاوضة الطريق والهاجمات البحرية في البحر الأحمر هذا الإعلان ليقول أن الإيرانيين لديهم ما يكفي من الأوراق لفعل ما يريدون لتنفيذ مخططاتهم القادمة لتثبيت الوضع الناتج عن التطورات الإقليمية الأخيرة لحصد مزيد من المكاسب عن ما خاضوه خلال السنوات الماضية من معارك على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي التوقيت يقول أن الإيرانيين يحمل دلالة كثيرة من ضمنها أنهم يستطيعون إدارة الهاجمات البحرية بشكل مباشر الآن في البحر الأحمر بينما عاقزوا عن فعل ذلك من إيران المهانة والخزي الذي لحقا بإيران قراء الهاجمات التي تعرض لها داخل أراضيها تدفعهم لتوظيف مليشيا الحوثي للرد على تلك الهاجمات يردون عبر الحوثيين الآن نرىهم بهذا الوجود ربما قد يردون بأنفسهم عبر كلائهم المقودين في اليمن وعبر أشخاصهم المقودين في اليمن هناك ربما حديث عن وجود قنوات سرية للتهريب بين ضفتي البحر الأحمر ربما الآن الإيرانيين عبر الحرس الثوري وهذا الشخص قد يكون منهم لإدارة هذه التجارة لإدارة عملية تهريب البشر رأينا تتحدث عن تهريب البشر إلى لبنان وإلى عمان ومنها إلى روسيا إلى عدة أماكن ورأينا أيضا في الفترة الأخيرة كيف أن هناك أناس ذهبوا إلى العراق بدأت سلسلة من الوفود أو من الشخصيات اليمنية الموالية الحسين تتابع للعراق أتى الإيرانيون الآن عبر السفير هذا وغيره من العناصر السرية وغير السرية ليديروا المعركة لديهم الآن فرصة حقيقية في ظل الحرب على غزة لتثبيت العديد من المكاسب لتطويق دول الخليق العربي لتدمير ما بقية من اليمن أو لتدمير أي فرص لليمنيين في المستقبل ومواقعة الاحتلال الإيراني هم ردون أن تدمروا كل شيء الآن الإدارة المباشرة من الإيرانيين تعني أن لديهم مرحلة جديدة من الأهداف التي تستدعي القوة والقرأة والصراع والظهر المباشر من الإيرانيين لممارستها كما كان أيام حسن إيرلو عند ذروة الهجوم الإيراني على مأرب نعم إذن إن شاء الله عاد إلينا الأستاذ أجدان بصوت أكثر وضوحا مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أجدان وتعليقك حول تعيين السفير الإيراني الجديد ومعلوماتك إن لديك معلومات حوله من أين دخل السفير الإيراني إلى اليمن ما زالت المشكلة قائمة يعني هناك صدى وذبذبات في الصوت للأسف لا أدري هل المشكلة في السماعة أو سنعود ضوء السماعة الصوت في الإيربيز ممكن خلاص فأنا نجرب نعم هكذا الصوت بالنسبة لي أوضح نعم تفضل السؤال نعم فيما يتعلق بطريقة نغل السفير الإيراني إلى اليمن في السابق نعرف في ظل منع الطيران على صنعه عادة يتم تهريب الكبر المسؤولين الإيرانيين عبر سفينة ماشات أو السفن الأخرى التابعة لفلق الحرس الثوري الإيراني ومن هناك عبر قوارب لجماعات الحوثية يتم وصولهم إلى الداخل اليمني لكن بعد الهدنة التي حصلت ما بين المملكة العربية السعودية وأيضا جماعة الحوثي والسماح للطيران اليمن وأيضا الطيران العماني بالهبوط في مطار سنعا يتم تهريب هذه القادة عبر الطيران وبتصور أنه تم نغله من مصقط نحو صنعه قد يكون استخدم اسما مستعارا لكي لا يتم التعرف عليه ومن ثم وصل لإذن موضوع وصوله أعتقد أنه باحتمال كبير جدا عبر مصقط إلى صنعه أما مهام رمضاني في الظرف الراهن وخاصة في ظل ما يحدث في المنطقة الحرص الثوري الإيران هو بحاجة فرعه في لغ الغدس هو بحاجة أن يكون ملف الحوثيين أيضا تحت سيطرته بشكل كامل كما كان في عهد إيرلو لأن بعد مقتل إيرلو الحوثيين بدأوا يتصرفون أحيانا بشكل غير منسق كما يريد في لغ القدس الإيراني ولكن بسبب الخلافات في فترة حسن في فترة إبراهيم رئيسي ما بين حكومة إبراهيم رئيسي وما بين في لغ القدس حول الإرسال السفير الذي كانت الحرص الثوري الإيراني إرساله لكن بعد مجيء إبراهيم رئيسي أصبح الحرص الثوري الإيراني وفي لغ القدس أكثر سهولة بالعمل وفرض شروطه على حكومة فترة إيرلو لذلك تم تعيين شخص آخر وهو عضو في لغ القدس الإيراني وهو من رجالات الأمن لفيلق القدس ونعرف أن في لغ القدس هو الفرع الأمني وأيضا المخابراتي لدى النظام الإيراني خارج الحدود لذلك تم تعيين رمضان الذي كان هو عضو في في لغ القدس ومدير مكتب كما تسمى بالمقاومة في وزارة الخارجية وأيضا عمله في في لغ القدس في كيرمان وفي قوم وفي أماكن أخرى باعتبار عضو الثقافي في في لغ القدس لذلك في ظلم ما يجري في المنطقة تم إرسال عضو في لغ القدس ليقوم بأعطاء الأوامر لجماعة الحوثي خاصة بعد الأزمة التي حصلت في البحر الأحمر وأيضا موضوع استهداف إسرائيل إيران تريد أن يكون لها هناك حضور مباشر وأن يقوم بالسيطرة على جماعة الحوثي بطريقة الرد لأنها قد يكون إيران تتنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين قد يعرقلوا بعض هذه المفاوضات لذلك أرسلوا سفيرهم أو رجل الأمن إلى صنعاء ليكون له دورا أكبر في صنعاء إذن أستاذ سلمان بعض المصادر تشير إلى أن هذا السفير وصل إلى صنعاء قبل شهر ونصف ولكن الإعلان جاء البارحة ما تفسيرك للأمر وحالة الغموض التي اكتنفت وصوله؟ الإيرانيون بشكل عام لديهم أدواتهم في الغموض يعني الإيرانيون حينما رسلوا هذا السفير في هذا التوقيت قاء بعد تشكيل الحكومة الحوثية التي هي حكومة التغيير والبناء التي تسعى حاليا إلى تطهير قذري لمؤسسة الدولة من مخالفهم قاءت الحكومة بعد هذا التوقيت تماما قاءت لتحقيق سلسلة من الأهداف التي ربما عاجزوا مباشرة عن تحقيقها مثلا رأينا في الأيام القليلة الماضية في المفاوضة على المساول الاقتصادي هقمت بالطيران المسير على مصفات مأرب لديهم الآن لدى الإيرانيين إرادة معينة من نوع ما لتحقيق سلسلة من الأهداف عبر وجودهم المباشر تتركز بالدرجة الأولى لانتزاع شرعية لحكومة الحوثية بحيث تصير الحكومة الحوثية هي الحكومة الشرعية أو أن تصير البلد إلى دولتين حتى الآن حتى وقت معين ثم ذلك يحقيق المصالح الإيرانية ومن ثم إذا حدث أن هذا الوقت المنقسم فيه اليمن بين الحكومة الحوثية والحكومة الشرعية قد فقد مصالحها ستسعى الحكومة الحوثية عبر إيران إلى انتزاع سلسلة من الهجامات العسكرية المصالح الاقتصادية إلى تحقيق سلسلة من الأدوات التي تتمها إيران أما بالنسبة لطريقة الوصول أو متى وصل يعني اليمن بلد مستباح الحقيقة بلد مستباح التقارير كانت تتحدث عن الحروب بست أن الإيرانيين موجودون منذ الثمانينيات وليس منذ وقت حديث الإيرانيين على مدى عقد أنشأوا جماعة الحوثي من الصفر ودربوها وهم موجودين يعني لا أحد يقادل أو كيف دخل السفير أو كيف دخل هذا الموظف أو كيف لم يدخل الحقيقة أن الموانئ الحديدة مفتوحة على مصرحية الطيران مفتوحة على مصرحي يعني إلى ماطق سطرة الحوثيين الحوثيين يديرون أهم الذين أصلاً صاروا مؤخراً يراقبون الحكومة اليمنية ويراقبون الموانئ وهم الذين يتحكمون بالمشهد تماماً قوّاً وبحراً وبحراً في اليمن ويستطيعون أن ينالوا التأثير لم يعود الحديث عن كيف دخل ومتدخل مهماً لأنه أصبح الحوثي دولة مكتملة دولة مكتملة منفصلة شمالاً الإيرانيون الآن يقولون هذه دولتنا ونحن نريد الآن أن نحقق ما بذلنا لأجله بقهود خلال السنوات الماضية أو العقود الماضية وهم الآن يسعون في هذه المرحلة لتثبيت هذا الوجود ويبقى الوضع على ما هو عليه دون حل واضح عن المشكلة اليمنية أقصد باتفاق سلام أو ما شابه أو عبر المفاوضات خريطة الطريقة التي تحقق للحوثيين كل شيء على حساب الشعب اليمني الإيرانيين الآن هم الذين يتحكمون بهذه المسألة ويسعون إلى تحقيقه وفرضه بأسرع وقت ممكن خاصة بعد أن صارت الظروف الإقليمية والدولية لصالحهم في عدة أماكن يعني رأينا أن مثلاً في الحرب على غزة هناك تهديئة إيرانية كبيرة مقابلة أمام الهجمات الإسرائيلية ربما أحد أثمانية التنازل الدولي لهم في اليمن رأينا هذا يحدث في 2014 رأينا كيف أن الأمريكيين الذي هو الآن وزير الدفاع الأمريكي أستن كان قائد القوات المركزية الأمريكية في العراق كان غاضباً يمتدخلوا التحالف وكان يقول أنهم كانوا يعملون وفق من شرطه الفورن بوليسي في ذلك الوقت أنهم يعملون بتنسيق وثيق مع الحوثيين لتحقيق سلسلة من الأهداف في اليمن رأينا بالأيام القليلة الماضية أيضاً الطيران الأمريكي أنباء لأن الطيران الأمريكي ضرب عدة غارات ليس على الحوثيين ولكن على ما نقول أنهم القاعدة في مأرب بمعنى أن ما يحدث ربما قد يكون بتسوية من نوع ما تمكن إيران في اليمن مقابل تهديئتها مثلاً حزب الله أو شيء من ترتيبات المنطقة ربما يكون بهذا المنطق لكن الحقيقة على المستوى المحلي واليمني أن الإيرانيين قاءوا ليقطق استمار معركتهم التي استمرت منذ الثورة الإيرانية ضد اليمنية نعم إذن بالعودة إليك أستاذ وجدان أستاذ وجدان برأيك كيف سيؤثر هذا التعيين على مسار الحرب والتسوية السياسية في اليمن بالطبع أساس أرسال كما يبدو نعم الآن أفضل أساس أرسال السفير الإيراني هو من أجل التنسيق مع الجماعة الحوثية لأن النظام الإيراني كما يبدو أنه مسيطر بشكل كبير في الجبهات في سوريا في العراق وأيضا في لبنان ويمسك بزماب الأمور بشكل جيد إلا الملف اليمني لأن موضوع اليمن بعد اغتيال أيرلو أصبح الملف اليمني غير مسيطر عليه بشكل جيد لذلك أتى علي محمد رمضاني إلى هناك لينسق مع الجماعة الحوثية أو بالأحرى نؤتى لينظم الجماعة الحوثية بعملياتها التي تقوم بها إن كان فيما يتعلق بموضوع الهجمات في البحر الأحمر وأيضا الاستهدافات لإسرائيل كل هذه الأمور إيران تريد أن تسيطر عليها بشكل جيد لأن موضوع بحر الأحمر يضر حتى بمصالح حلفاء إيران مثل الصين وروسية لكن جماعة الحوثية كما يبدو لا تراعي أو تباهي في هذا الأمر وحلفاء إيران بدوا يتضايقون من ما تقوم به جماعة الحوثية وأيضا في صراعات إيران في ملفات خاصة موضوع إسرائيل هذا الموضوع مهم جدا لأن إيران لا تريد أن تفلت الأمور بشكل ليجر إيران إلى حرب مع إسرائيل والكل يعرف أنه السلاح الحوثي من مسيرات وصواريخ هي منشأها إيراني وهذا الأمر يجر إيران لمواجهة أكبر مع إسرائيل ونعرف أنه إيران لا تريد هذه المواجهة وتريد أن تكون الأمور مضبوطة وأيضا تدار من قبل النظام الإيراني لذلك في هذا الظرف الحساس جدا أرسل رمضاني إلى اليمن لكي يكون هناك ضقوط وسيطرة من جانب إيران على تحركات الحوثية إن كان في البحر الأحمر أو في موضوع إسرائيل وإيضا حتى الجبهة الداخلية ما بين الشرعية وما بين الجماعة الحوثية لأنها أحيانا من جانب إيران تحاول الضغط لأخذ امتيازات من الدول العربية لذلك قد يكون تحرك بعض الملفات الداخلية للضغط على بعض دول المنطقة نعم إذن هذا السفير الجديد أكد أستاذ جدان على جدية التوثيق وتوطيذ الحوثي وإيران ما مكاسب إيران لدى الحوثي حديثا مكاسب إيران كبيرة لأن الإيران استطاعت أن تهيمن على اليمن بشكل واسع وأيضا استطاعت أن تنفذ مشروعها الذي تدعي بأن البحر الأحمر أصبح جزءا من العمق الاستراتيجي الإيراني لذلك الحوثيون هم من يطبقون هذه الاستراتيجية لصالح النظام الإيراني وإيضا حتى في تهديداتهم لإسرائيل يعتبر جزء من المشروع الإيراني لأن إيران تعتمد على أذرحها بشكل أكبر لكي لا تتورط بشكل مباشر مع أطراف إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لذلك جماعة الحوثي تقوم بدور كبير لصالح المشروع القومي الإيراني وأيضا حتى في صراعاتها الإغليمية أو صراعاتها الدولية يقوم الحوثي بالدور الذي لا تستطيع إيران القيام به كما شاهدنا في موضوع الجماعة حزب الله في ردهم على إسرائيل بدلا من أن ترد إيران إيران تحاول حتى في ردها على إسرائيل أن يكون هذا الرد مدروسا في حال إذا رد الحوثي أو رد حزب الله وكانت هناك ردة فعل إسرائيلية غاضبة على هذه الأطراف أن تكون الأضرار في سوريا وأن تكون الأضرار في لبنان وإيران دون أن يحدث أي شيء في الداخل الإيراني إذن بالعودة إليك أستاذ سلمان ما موقف الحكومة الشرعية من هذا التعيين وهذه الممارسات التي تعد انتهاكا للسيادة اليمنية الحكومة اليمنية بلا موقف الحكومة اليمنية لا يمكن افتعل عليها في أي شيء أقول أقرر دائما الحكومة اليمنية أعقد من أن تفعل شيئا يعني ليس هناك شيء يمكن أن تقوله حتى ربما أنها لم تعلم حتى الآن بوصول السفير الإيراني يعني لم نرى أي موقف حتى الآن يعني وكالة سبا الحوثية لم تفعل أي شيء يعني قال منذ الأمس يروجون لوصول العليم إلى تاز وكأنه فتح صنعه واستكمل واستكملت هزيمة الحوثيين وكأن زيارته إلى صنعه زيارته إلى تاز هي أعظم ما يمكن للحكومة اليمنية أن تفعلها الحكومة لا تعرف أي شيء ولم تبدأ حتى الآن موقف ربما غدا أو بعد غد يكون لديها موقف وأنها تناشد المجتمع على الدول لا تفعل شيء الحكومة اليمنية وليس لديها بما يقري في الطيران بما يقري في الأقواب لا تستطيع أن تفعل الحكومة أي شيء ولن تفعل أي شيء أصلا يعني الحكومة مكبلة وهي حكومة عائلاتها وحكومة غير مهتمة بالشعب اليمنى ولا علاقة لها بالشعب اليمنى وهذا هو المؤسف أن تكون الحكومة اليمنية التي يفترض أنها تقود المواقه ضد الحوثيين والاحتلال الإيراني لا تفعل أي شيء وليس لها علاقة بأي شيء خص الشعب اليمنى وبمستقبله وبمصيره فقط أن تأخذ الأموال والمرتبات وتأخذ مصارف قياداتها وانتهى الأمر يعني هذا دور الحكومة اليمنية الدور على المقاومة اليمنية الدور ضد إيران. هي التي سيكون لديها موقف. وهي التي تعمل. هي التي وقفت أمام حسن إيرلو. وهي التي ستتقف أيضا أمام رمضاني أو غيره. وأمام جحافل الحرس الثوري الإيراني والفرس. إذن أستاذ وجدان. رمضاني بحسب تقارير من كبار القيادات في الحرس الثوري الإيراني. متهم بعدة جرائم وإعدامات بحق أفراد وضباط في الجيش العراقي. وسط تخوفات من القيام بالدور النفسه. وسهدف قادة وضباط في الجيش اليمني. ماذا لديك بخصوص الصفي الإيراني في هذا الجانب؟ أولا الجماعات الذين يعملون في فيلغ الحرس فيلغ القدس الإيراني. هي جماعات أمنية. وبالتأكيد هم يقومون بجرائم في حق الأسرة العراقيين أو الجيش العراقي. وحتى في ما يتعلق من الجماعات في داخل الحرس الثوري الإيراني نفسه. الذين لا يعترضون في أحيانا بعض الأحيان وهؤلاء الرجال لا يعرفون الرحمة والشفقة إطلاقا. لذلك ليس ببعيد أن يقوموا بالجرائم. ليس فقط على صعيد الشرعية. وإنما حتى في جماعة الحوثي نعرف بأن هناك لدى فيلغ القدس. هناك مجموعة لفيلغ القدس من الجماعة الحوثي. هناك فرع فيلغ القدس في صنعاء. وهذا الفرع هو يهيمن ويسيطر على حتى جماعة الحوثي. وحتى قام بتبكيك الجماعات الحوثية إلى أو قسم جماعة الحوثية لقسمين. قسم يدار بشكل مباشر ويموّل بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني. فرع فيلغ القدس وأيضا الجزء الثاني هو تحت سيطرة جماعة الحوثي بشكل مباشر. عادة فيلغ القدس يعمل دائما هكذا. إن كان في العراق أو حتى في سوريا من خلال دعمه. للفرقة الرابعة لماهر الأسد لتكون ورغب ضغط على بشار الأسد في حال الاقتراض. وهذا ما يقوم به فيلغ القدس أيضا في صنعاب من خلال تشكيل مجموعة خاصة تابعة له للضغط على جماعة الحوثي. إذا ما يوما ما رفضت المطالب الإيراني. إذن موضوع القيام بعمليات إجرامية من قبل رمضاني. والمجموعة التابعة له لفلق القدس. وأيضا حتى في جماعة التابعة للشرعية. فإذن موضوع العمليات الإرهابية والاختيالات والتصفيات هم تجربة بالنسبة في هذا الأمر. وهذا وارد جدا وبشكل كبير. نعم. إذن بالعودة إليك أستاذ سلمان أستاذ سلمان. ما تأثير مثل هذا الإعلان على يعني مسارات التسوية السياسية في البلاد أو الحرب؟ ورقة تفاوضية جديدة بيد الحسيين ضد في المفاوضات التي يخضونها مع السعودية. وحتى عبر الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية. لديهم ورقة تفاوض جديدة. الآن ممكنهم ببساطة أن يقولون أن يرفعون سقف المطالب. رأينا أنهم قبل أيام ضربوا قصف. حاولوا قصف منشأة صافر. ومن المؤكد أنهم لم يتعمدوا أو ربما من الأرقح أنهم لم يتعمدوا تدمير المصفاوة. إنما أرسلوا رسالة لرفع نصيبهم في التفاوض. أيضا سيرفعون نصيبهم في التفاوض أمام يعني أرسلتهم ومطالبهم في التفاوض أمام السعوديين. سيقوون موقفهم حتى أمام الأسطة من عمان وأمام الأمم المتحدة. لديهم يعني الآن المفاوض الحوثي وهو مستند بقوة إلى الإيرانيين هذا على مستوى المفاوضات والتسوية رأينا أنهم أيضا سيطورون لديهم الإمكانية لتطويرها جمعاتهم سواء البحرية أو في الداخل اليمني على مستوية عدة. وهذا يحقق لهم سلسلة من المطالب. ربما يقولون أنهم يريدون أكثر من النصف من النفط اليمني. رأينا في برنامج حكومة الحوثيين أنهم يعملون على تعزيز الإيرادة والضرائب بالإيصال لحكومتهم. ولكنهم قالوا أن الرواتب حسب ذلك البرنامج على الحكومة اليمنية. سيقولون الآن على انتزاع عشرات المليارات أو مئة المليارات كمرتبات من الحكومة اليمنية. والإيرانيين يقفون خلفهم. إلا سيشددون قصفهم. سيشددون مضاربهم. أو ربما يتلقوا إلى تهديد السعودية. أو ربما إلى تهديد يعني إلى استهداف موانئ السعودية. أو مصالح السعودية بأي شكل من الأشكال. رأينا أيضا أن الإيرانيين لديهم الآن كما قال خامنائي إمكانية للتفاوض حول البرنامج النووي. لديهم ورقة تفاوض قيدة في اليمن أمام المصالح الغربية. الآن بوجود السفير الإيراني بشكل مباشر يعني أن إيران لديها موقف قوي ورابح عبر اليمن. عبر السلطرة على منطق شمال يوم. عبر إدارة اليمن مباشرة. السفير الإيراني الآن يعتبر هو المندوب السامي بشكل مواضح ومباشر. ويدير التفاوض ويدير الصراع سواء عبر التفاوض أو عبر الحرب بطريقة مريحة على عدة قبهات. ولديهم القدرات والأدوات والمجموعة الرخيصة أو الأرخصة. هي ميليشيا الحوثية التي ستنفذ لهم كل شيء بجميع الأشكال وبأرخص الأثمان لتحقيق المصالح الإيرانية. وعند هذه النقطة أعترض على ما قاله الضيف الكريم من أن الحوثيين ربما يعتريضون أو لم يكن لديهم وقف من شكل ما. لا أدري من أين افترض أن جمعة الحوثيين مستقلة إلى حد ما عن الإيرانيين. ما نعرف هنا في اليمن أن الحوثيين جمعة إيرانية من الألف إلى الياه. من النشأة إلى الوجود إلى التكوين إلى الحرب إلى التفاوض إلى كل النقاط. عبد الملك الحوثيين دائما يقول نحن نسق بشكل موثيق ونحن نفعل كل شيء. صحيفة الأخبار اللبنانية تتحدث اليوم عن أن الحوثيين قد يردون على الهجامة الإسرائيلية ضد إيران وضد حزب الله وضد الحوثيين بشكل مشرع. قد يتكفلون وحدهم بالرد على تلك الهجامات عبر الحوثيين. رأينا عبد الملك الحوثيين أيضا يتحدث عن أنه يخطط مع المحور للرد وكان يردد كل ما يقوله حسن نصر الله وما يقوله الإيرانيون على أن هناك تأخير وأن التأخير جزء من التكتيك وأنه خطة وأن الآن الإيرانيين بوجودهم في اليمن المباشر والعلاني حققوا عدة مكاسب أمام مخصومهم الأمريكيين أمام مخصومهم الغربيين أمام مخصومهم من السعوديين والأهم أمام مخصومهم اليمنيين نعم. إذن برأيك أستاذ وجدان هل لدى حكومة طهران أي مصلحة أو رغبة في أن يعمل السلام في اليمن؟ أم أنها فعلا تشعر بأنها أخذت هذه العاصمة كما اعترفوا أول مرة بعد الإنقلاب وتشعر بأنها جزء من مناطق نفوذها في البداية فقط تعليق على ما أشعر لك الكريم الذي فقط التصحيح أنا لم أقول أن جماعة الحوثي بأنها تعمل باختيارها ولكن القصد من الموضوع بأن إيران رغم أن جماعة الحوثي هي تدار من قبل إيران لكن إيران لم تكتفي بهذا الأمر وتقوم بتشكيل جهات موازية وبشكل مباشر تحت السيطرة الإيرانية هذا ما تعمله بسيريا وهذا ما تعمله في العراق من خلال تشكيل جبهات مختلفة ونعرف كل هذه الجبهات تحت سيطرة إيران لكن إذا جابها من الجبهات حاولت تتمرى شيء أمان فأكون هناك أوراقة وضغط عليها لكن في ما يتعلق بسؤال حضرتك أعتقد أن إيران دائما تريد أن تكون هناك قلاقل في المنطقة لأن الاستغرار ليس بصالح النظام الإيراني ولذلك دائما يكررون بأن في حال كان هناك هدوء ستعود الحرب داخل إيران ولذلك هم دائما بحاجة أن يكون هناك اشتعال في المنطقة لكي إيران تبعد نيران الحرب من داخل حدوثها وأيضا حتى عداها مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون لديها مبرر للقمع الداخل وأيضا إبعاد الهجمات على الداخل الإيراني إيران لا تريد أن يكون هناك هدوء لأن الهدوء سيجلب المعركة للداخل الإيراني ليس من مصلحة إيران على الإطلاق أن يكون هناك هدوء في المنطقة وأيضا حتى التصريح قامني بأن إذا الشعب الفلسطيني قرر بالصلح مع إسرائيل إيران ستستمر بمواجهة إسرائيل بمعنى أن إيران لا تريد حل القضية الفلسطينية وليس مصلحة الشارع الفلسطيني من مصلحة إيران إيران يستقل القضية الفلسطينية من أجل مشروعة في المنطقة يعني إذا قرر الفلسطينيون المصلحة مع إسرائيل إيران لن تقبل بذلك وتقوم بعرقلة هذا الأمر وشاهدنا بعد أسلو ثلاثة وتسعين كيف إيران أيضا تدخلت على الخط وأيضا اليمين الإسرائيلي من جانب آخر تدخل على الخط لعرقلة أي صلح أو سلم في المنطقة لأنه لا بصالح اليمين الإسرائي وليس بصالح النظام الإيراني نعم إذن اسمحوا لي أن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أمل العالم الباحث في الشارع الإيراني مرحبا أستاذ أمل وأود أن تحدثين أو كيف تقرأين دلالات تعيين سفير إيران إيراني جديد بعد يعني موت السفير السابق حسن إيرلو بثلاث سنوات مساء الخير لك والمشاهدين الكرام في الحقيقة إذا قررنا بين ظروف الإعلان عن وجود حسن إيرلو في صنعاء وتسميته كسفير وبين الإعلان الحالي عن وجود سفير إيراني جديد في صنعاء نجد أن الكثير من السياقات تتشابه أبرزها التوتر الحاد في العلاقات الأمريكية الإيرانية وارتفاع احتمال نشوب صدام مباشر فبعد اقتحام الماليشيات الموالية لإيران للسفارة الأمريكية في بغداد والرد الأمريكي على ذلك بإغطيال قائد فيلق القدس أنا داك قاسم سليماني وتصعيد البلايات المتحدة لسياسة الضغوط القصوة ضد ضهران واستهداف أيضا النفوذ الإيراني في معظم مناطقه الإقليمية في سوريا ولبنان في ضل تلك الأوضاع جاء الإعلان عن حسن إيرلو كسفير في صنعاء في 2020 لذلك حاولت إيران من خلال ذلك استعراض قوتها في اليمن استثمارها بشكل علمي من خلال إعلان وجود سفير هناك خاصة بعد عمليات الاستهداف الدقيقة للمنشآت النفطية في ذلك الوقت في المنطقة وتهديدها بقدرتها على استهداف النفوذ الأمريكي وحلفاء في المنطقة بمعنى كانت إيران حينها بحاجة إلى توظيف نفوذها باليمن بشكل علني ومباشر من خلال تواجد معلن على الأرض بشكل سياسي بعيدا عن التواجد العسكري وفي ذات الصياق أيضا يمكن قراءة الإعلان عن السفير الإيراني الجديد حيث تكون الظروف هي أيضا متوجهة بها هناك توترحات جدا في العلاقات الأمريكية الإيرانية احتمالات صدام مباشر مع تهران جدا عالية هناك استهداف دقيق للنفوذ الإيراني في سوريا واللبنان وعلى مستوى قيادات كبيرة ورفيع أيضا بالإضافة إلى اغتيال إسماعيل هني على الأراضي الإيرانية بالمقابل هناك أنباع عروض تقدم لإيران لعدم الرد والتصديق والتصديق في المنطقة مرة أخرى هنا أيضا إيران بحاجة إلى توظيف نفوذها في اليمن لاستثماره في الترتيبات القادمة والحفاظ على نفوذها في الإقليم في المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب في غزة هذا الأمر أيضا يحتاج إلى وجود سياسي وتنصيق بعيد عن التواجد العسكري إذن برأيك ماذا عن تصعيد التوترات في المنطقة هل ستتأثر عملية التسوية بهذا التعيين لا أعتقد أن هذا الإعلان له دور مؤثر مباشر على مسارات الحرب والتسوية قصدك في اليمن لا لا أعتقد أنه سيكون هناك دور مؤثر مباشر على مسارات الحرب والتسوية في اليمن لأن الإعلان يأتي في إطار يعني رغبة إيران في عدم التسعيد أيضا في المنطقة عدم الدخول في صدامات مباشرة سواء مع إسرائيل أو الولايات المتحدة محاولة إنهاء هذا التسعيد من خلال جمع أوراق القوة لتوظيفها في مفاوضات تستطيع من خلالها يعني تحقيق أهدافها لكن في حال عدم نجاح هذه المفاوضات يبقى الأمر مرتبط في مدى حاجة إيران للتسعيد حينها في البحر الأحمر التسعيد في البحر الأحمر قد يؤثر على مسارات الحرب والتسوية في اليمن لكن يعني إيران كان لديها مفاوضات مع السعودية الحوثي أيضا يحاول يقنع الناس بأنهم قابل بالتفاوض أو هو يذهب للتفاوض مع السعودية مثل هذه التحركات ألن تؤثر يعني إيران تتعامل الآن مع الحوثي باعتبارها الحاكم الشرعي لليمن أنا في الحديث عن مفاوضات أعني تفاوض مباشر بين الأمريكان والإيرانيين أنا في رأيي أنه في هذه اللحظة هناك مساعي لخلق أرضية مباشرة أو أرضية مشتركة وبناثقة بين الأمريكان والإيرانيين للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة يمكن قراءة ذلك من خلال الزيارات الإقليمية إلى طهران طهران أنا في رأيي منفتحة هذه المرة على مفاوضات لكن هي بحاجة إلى ترتيبات لإعادة بناء الثقة هناك الكثير من المساعي الإقليمية لبناء ذلك يعني لذلك يعني تم أنا في رأيي أنه تعين المفاوضات سواء السعودية الحوثية أو أي مفاوضات إقليمية هي في النهاية حتى وإن أثمرت عن نتائج تقف أمام الرغبة الأمريكية هل هناك رغبة أمريكية حقيقية في إيجاد تسوية ومسارات سلام في اليمن لذلك هناك حاجة حقيقية لتفاهم أمريكي إيراني يعني يؤثر على نتائج أي مفاوضات إقليمية مع الحوثيين نعم إذن ما هي مكاسب طهران برأيك من تنامي قوة الحوثين في المنطقة وتعزيز مكانتهم سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي مكاسب إيران هي كثيرة إيران تكون هي الرابحة الأكبر يعني في السياق الإقليمي إيران اليوم يعني أثبت قدرتها فعلا على إيجاد تهديد حقيقي يهدد أمن المنطقة ويؤثر على النفوذ الأمريكي في المنطقة وحلفاء الأمريكان في المنطقة يعني كسبت صنعاء كساحة نفوذ جديدة أيضا قادرة على إحداث تهديد في المنطقة إيران اليوم إن دخلت في مفاوضات هي تدخل بسقف طبقعات مرتفعة لأن لديها يعني ما يمكنها من فرض مطالبها يعني بسطح عالي نعم إذن يعني برأيك كيف ستكون المستجدات بوجود هذا السفير الإيراني خاصة يعني ولديه ملف مثقل بالجرائم والإعدامات في الجيش العراقي يعني على الصعيد العملي في الداخل اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين ربما سيلعب دور في التحديثات والجارية حاليا في الحكومة الجديدة التابعة للحوثيين التنصيق لمرحلة النفوذ الإيراني في اليمن ما بعد انتهاء الحرب في غزة وشكل المنطقة القادم هو بحاجة إلى يعني تواجد إيراني بتنصيق عالي ربما يلعب هذا الدور هذا السفير بهذه الخبرة التي يمتلكها نعم إذن شكرا جزيلا لك أمال عالم الباحثة في شال إيراني كنت معنا عبر الهاتف أشكر جزيلا لك أستاذ أجدان عبد الرحمن الباحث المختص في شال الإيراني كنت معنا عبر سكايب وشكر جزيلا أيضا أستاذ سلمان المقرمي الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية منتعز وهو كذلك لكم مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وامن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة